أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند النهاردة هنتكلم فيه موضوع مهم جدا بأن حوالي يومين ثلاثة الناس بتتكلم فيه لكن النهاردة هنتكلم فيه ولكن من منظور آخر محدش فقر في الإطار ده ومحدش رحل الجزئية دي لأن حصلت مستجدية خلال الـ 24 ساعة الماضية أكبرت كل المتابعين أنه لازم يدرس الموضوع ولكن بمنظور مختلف ولكن هو منظور قانوني ولائحي ليه بقول كده؟ لأن النهاردة وانتو بتفتحوا لصفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هتلاقي مثلا من خلال الحساب الرسمي للشروق على تويتر في تصريح لنايب رئيس لجنة الانضباط بيقول فيه أزمة إيقاف محمد الشناوي لم تعرض علينا من الأساس وكشف في تصرحاته معالي المستشار مازن يحيا نايب رئيس لجنة الانضباط قال فيها ودي مفجأة من العير الصقيل بعدما أشار أن أزمة محمد الشناوي مع الحكم محمد سلامة الذي أدار مباراة الأهل والبنك الأهلي لم تعرض على اللجنة من الأساس وطبعا كلنا عرفنا أن القرارات قد صدرت من إدارة المسابقات من خلال الإعلان الرسمي وقت إعلان القرار قبل 48 ساعة طيب نروح لحاجة تانية اليوم السابع وعلى زملة الزملاء في اليوم السابع قالوا أن مسؤولي اتحاده الكورة في تصريحات خاصة للزملاء في اليوم السابع والكلام ده على زمتهم موجود على الموقع عندهم أن سبب عدم إشهار الحكم محمد سلامة ميدو الذي أدار مباراة الأهلي والبنك الأهلي في الدوري سواء بطاقة صفراء أو بطاقة حمراء راجع لسببين قال السبب الأول أن الحارس محمد الشناوي أمسك بيده لكنه لم يكن بدافع الاعتداء عليه نركز في التفاصيل السوارة في وسط الكلام إنما لرغبته في التحدث مع الحكم بعدما أدار الحكم ظهره للحارس ووقتها مسؤولي التحاد الكورة قالوا في سياق التصريحات إن حارس المرمى قال للحكم أنا بأتكلمك يا كابتن بصلي فهنا أنا بنتكلم في إطار بعيد تماما عن فكرة السلوك الغير رياضي نركز في العنوان الصغرية اللي احنا بنقولها ما بين السطور سواء في تصريح من خلال جريدة الشروق عبر تويتر الحساب الرسمي بتاعها أو حتى على زمت أو عهدت الزملاء في اليوم السابع تصريحات من مسؤولي التحاد الكورة بخصوص الحكم كتب في تاريره إيه أو إيه في سياق العقوبة اللي صدرت بخصوص محمد يشناو إذن لجنة الانضباط قالت الأمر ما تعرضش علي واليوم السابع بتقول في تصريحات اللي نصبت لي مسؤولي التحاد الكورة إن التصرف لم يكن تصرف غير رياضي أو سلوك غير رياضي لأ هو كان بيقول يا كابتن أبا كلمك بصلي فبالتالي بيعترفهم إن ما كانش فيه أي سلوك غير رياضي وتابع مسؤولي الجبلية في تصريحاته من السبب التاني وفقا لأقوال الحكم إنهم مدلوش إنذار أو كارت أحمر الأجواء كانت مشهونة بعد المباراة وانتهى بالتعادل السلبي لذلك فضل الخروج لبر الأمان ثم كتابة الوقع في تاريره للجنة الحكام يعني هنا اعتراف طبعا ضمني واعتراف ظاهر وإحنا شفنا ده طبعا صوت وصورة إن ما كانش فيه أي قرار من الحكم إداري سواء بعد الصفرة في الملعب أو حتى أثناء الدخول إلى غرف خل الملابس ليه أنا بقولي الكلام ده بقى؟ عشان نروح لجزئية مهمة جدا وهي تتعلق بتضارب الاختصاصات في لوائح الاتحاد المصري لقرة القدم هذه الوقعة هل تنسب للايحة المسابقات أو إدارة المسابقات ولا تنسب إلى لجنة الانضباط؟ القرار اللي صادر صادر من إدارة المسابقات أي أن كانت بقى الإدارة مين اللي مسكها أو مين اللي مسؤول عنها أو مين اللي اتخذ القرار دي جزئية تانية والناس بقى لها ثلاثة يام بتتكلم فيها ومحدش عنده إجابة لكن أنا هتكلم بقى على الجزء القانوني واللائحي لأن ما بينقصين كده نقدر نقول هذا القرار باطل ولا يجوز تنفيذه للأسباب الاتية هنعرض مع بعض ليحة لجنة الانضباط على الهواء مباشرة واللي بتقول نصا جزء مهم جدا أن كل من يدير المباراة في هذا إلا الشأن مباراة كرة القدم أو يساعد في إدارتها إدارية المباراة إدارية المباراة هم طاقم الحكام والمراقب الإداري ومقيم الحكام اللي هو مرافق الحكام هنا في وصف لجنة الانضباط بتقول الإدارية المباراة هم طاقم الحكام والمراقب الإداري ومراقب الحكام طيب نروح لللي بعدها عناصر اللعبة حسب ما وصفته ليحة الانضباط هم اللاعبون والمدربون والإداريون والأجهزة الفنية بما في ذلك الأجهزة الطبية والحكام ومقيم الحكام ورمقب المباراة والأعضاء المقيدون في مصابقات الاتحاد نحن نتكلم هنا في توصف معين من هم إداري المباراة اللي هو أحد أبرزهم بالتأكيد الحكام ومن هم عناصر اللعبة اللي هم اللاعبين طيب نروح له اللي بعدها وهو أمر متعلق بقى بالمدى 23 في مخالفات وعقوبات عناصر اللعبة إذا صدر من عناصر اللعبة بقى اللي هو من ضمنهم اللاعبين سلوك رياضي مشين اللي هو السلوك الغير رياضي أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يصير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز يعني بيتكلم على سلوك غير رياضي ده في المدى 23 بدأ اختصاص مين اختصاص ليحة الانضباط ولجنة الانضباط لأن القرار لما طلع من إدارة المسابقات السلوك غير رياضي تبقى لتقرير الحاجة طيب نشوف الورقة اللي بعدها وهي متعلقة بالقرارات اللي ممكن تخدها لجنة الانضباط تبقى للليحة يعاقب بوحدة أو أكثر من العقوبات التالية الإقاف الغرامة المالية بحد أدنى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وجدت الشض تغريمة قيمة ما تم إتلافه وتوقع اللجنة العقوبات المناسبة دون التقيض بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات يعني مثلا ده أول موقف مثلا لمحمد الشناوت ممكن تكتفي بالغرامة عايزة تاخد قرار غرامة وإيقاف ممكن تكتفي بالإيقاف مباراة واحدة اثنين فالقصة واضحة بالنسبة للناس من خلال الكلام اللي مكتوب طيب فكرة التسلسل الموجود في العقوبات يعني إيه يعني أنا ممكن أخذ إيقاف ممكن أدي غرامة ممكن أشطب ممكن أعمل قرار تبقى للليحة يعني لو كانت العقوبة دي راحت للجنة الانضباط كان ممكن تكتفي بغرامة خمسين ألف جنيه كان ممكن تكتفي بإيقاف والإيقاف هنا مش بتحدد عدد المباراة إيقاف مباراة واحدة لأن ده أول مرة يصدر من محمد الشناوي أو لعيب دولي أو 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 تقدر توصفها كلجنة الانضباط زي ما انت عايز تبقى للليحة الواردة قدامك طيب نروح ليه المادة السادة من اختصاصات اللجنة بتقول إيه بقى بص ركزوا بقى في الجزء اللي جاي ده تطبيق القواعد الانضباطية على المسؤولين وعناصر اللعبة والأندية إجراء التحقيق الأولي والوقوف على وجهات نظر المعنيين بالإجراءات الانضباطية وأطراف النزاع في حالة الشكوى أو ما تراهي اللجنة مخالفا للإجراءات للقيم والمخالفات الرياضية وذلك بإشرفة توجيه من رئيسها أو أو إيه كل التفاصيل اللي مكتوبة قدامنا ويجوز لللجنة الاستعانة بأراء فيما يساعدها على اتخاذ قراراتها في هذا الشأن ومتوضح بالزبط كل هذه الجزئية في الآخر سطر نركز مع بعض مرابط المخالفات بصوا بقى في اختصاص لجنة الانضباط مرابط المخالفات التي لم ينتهي إليها أو التي لم ينتبه التي لم بصوا نركز في تفاصيل الكلام التي لم ينتبه إليها إداري المباراة وإصدار القرارات المناسبة في شأنها يعني إيه؟ السطر ده بيقول إيه؟ حكم المباراة لو لم يتخذ قرار قبل أو أثناء أو بعد المباراة ولم ينتبه لاتخاذ القرار مرابط المخالفة دي تخضع للجنة الانضباط يعني الحكم لو ما تخص قرار بعد المباراة في شأن محمد الشناوي هنا مرابط المخالفة خلاص يخضع للجنة الانضباط يعني الحكم لو كتب تأرير التأرير يروح للجنة الانضباط مش لإدارية المسابقات بيقولك مرابط المخالفة التي لم ينتبه إليها إداري المباراة ببين قصين الحكام بتخضع هنا هذه الوقع للجنة الانضباط مش إدارية المسابقات طب نروح للورقة الأخيرة اللي جاية معنا وهي تتعلق بقى بليحة العقوبات اللي بتخضع من خلالها إدارية المسابقات أو لجنة المسابقات بتدي من خلالها القرارات نركز مع بعض في البند رقم 3 سلوك غير رياضي تجاه الحكم أو أحد مساعدي أو أحد مسؤولي تنظيم المباراة 4 مباراة و20 ألف جنيه هنا احنا قدامنا حجم الاتنين كده احنا استعرضنا خلاص ليحة العقوبات المتعلقة بالاتحاد المصري من خلال إدارية المسابقات واستعرضنا لأول مرة ليحة الانضباط النسخة الأوريجنال على فكرة النسخة الأساسية بنعرضها على شاشة قناة النادي الأهلي طيب هنا في حاجة من الاتنين أولا ليحة المسابقات أو ليحة العقوبات لإدارية المسابقات بتقول سلوك غير رياضي وليحة الانضباط بتقول سلوك غير رياضي أولا ده تضارب اختصاصات يعني ألف بكده وإحنا بنتكلم في الموضوع ده تضارب اختصاصات إزاي ليحة المسابقات بتقول سلوك غير رياضي وإزاي ليحة الانضباط بتقول سلوك غير رياضي مين هنا اللي بيختص باتخاذ الإجراء القرار أو إجراء هذا الموضوع هنا فيه تضارف الاختصاصات ما بين لجنة الاندباط وإدارة المسابقات في لوائح الفيفا لما بيكون الأمر متعلق بسلوك غير رياضي الأمر هنا بيخضع للوايح لجنة الاندباط تمام؟ يبقى الأمر لما بيخضع لي سلوك غير رياضي بيخضع هنا لقرار اندباطي من لجنة الاندباط هنا فيه تضارف اختصاصات واضح جدا وعرضه لكم صوت وصورة على الشاشة ما بين لوايح الاندباط ولوايح المسابقات يبقى احنا عندنا حاجة من الاثنين أول حاجة قلتها هنا فيه تضارف اختصاصات ما بين ليحة المسابقات أو ليحة العقوبات اللي على أساسها بتتخذها لجنة المسابقات أو الإدارة على عقوبات وليحة الاندباط اللي لجنة الاندباط من خلالها بتاخد فيها قرارات طب الحاجة التانية وليحة الاندباط بتأكدها لو الحاكم ما خدش قرار المفروض هنا العقوبة بتكون إذن القرار اللي صدر من إدارة المسابقات قرار باطل ولا يجوز قانوناً بأي حال من الأحوال مش إيقاف أربع مطشط ولا مطشن ولا العقوبة قيل ده القرار يتلغي من أساسه لأن القرار صدر من جهة ليست زو صفة ولا مختصة بهذا الأمر طالما الحاكم متخص قرار ولم ينتبه لاتخاذ قرار هذه القضية تخضع للجنة الانضباط لو راح تلجنة الانضباط ممكن تكتفي بغرامة خمسين ألف جنيه والإيقاف مباراة اتنين على حسب بس ليحة المسابقات ليحة قوية فراح للليحة القوية قد أربع مطشط وغرامة عشرين ألف جنيه فزي ما شرحتها لكم من خلال هذه المستندات الرسمية بعد الأخبار اللي تلعت النهاردة وفي تصريح لحاكم المباراة على يلا كورا منسوب لي على يلا كورا اتكلم على واقعة الجون بتاع ايمن أشرف لكنه لم يتحدث عن التقرير الذي كتبه وفي التقرير السلوك الغير رياضي أو بمعنى أدقي يعني زي ما كتب فيه الخبر على عهدة الزملاء في يلا كورا رفض انه يتحدث عن التقرير وما كتبوا فيه التقرير بخصوص واقعة محمد الشناوي في اليوم السابع مكتوب مسؤولين في اتحاد الكورا قالوا ان الحاكم كتب في تاريره سلوك غير رياضي فلو سلوك غير رياضي هنا العقوبة تكون من لجنة الانضباط من شدارة المسارقات ولجنة الانضباط من خلال لقاحتها بتقول لو الحاكم لم يتخذ قرار ولم ينتبه لاتخاذ قرار بعد المباراة هنا القضية بتحال لجنة الانضباط ولما تحال لجنة الانضباط بيكون القرار ممكن غرامة بس ممكن إيقاف مباراة واحدة للإيقاف هنا محدد حسب ما تقول لها لجنة الانضباط وبالمناسبة دي أول وقعة زي اللاعب اللي بياخد انذار أو انذار تالي بتوقف مطش لما بيضطرد بيتوقف مطشين لما بتتقرر بتتضعف العقوبة فأول مرة بالنسبة للشناوي كان ممكن تبع العقوبة خمسين ألف جنيه وتكتفي لكن هنا انت خدت اختصاص للانضباط وديته للمسابقات وبالتالي قرار صادر من لجنة المسابقات أو إدارة المسابقات قرار باطل وغير قانوني نصاً أقولاً واحداً وبالنص من خلال ما عرضتوا لحضراتكم من خلال اللوايح الرسمية تضارب اختصاصات كبير جداً في اللوايح داخل الاتحاد المصري لقرط القدم ما بين المسابقات ما بين الانضباط وللأسف حتى هذه اللحظة ما حدش عارف القرار على أي أساس تم اتخاذه ولو بتقرير الحكم الحكم ذكر سلوك غير رياضي السلوك الغير رياضي يخضع لي لجنة الانضباط ولا يجوز أن يدرس أو يتناقش أو حتى اتخاذ قرار من إدارة المسابقات أخرج لفاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باية فقرات الترند وعندنا كلام مهم جداً عن استعدادات الأهل لمباراة المؤولين وما هي الخطوات القادمة في المباراة المحلية والاستعداد لكأس العالم للأندية للأندية